يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب يا طير يا طير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي المشاهدين اليوم اجيتكم فيديو جديد فيديو جولة في صالون ماما كما كتشوفوا معي هذه الشيما ديال ديال الصالون في الطول دياله في سبعة ثلاثين سنتيم وفي العرض في خمسة متر كما كتشوفوا صالون ما بين السقف والزليج بخيال هاد السورة قبل ما يفيني سبعة بالبيوت دلت هاد اللون هاده في هاد السمطة هاده الفوق ودلت تحته في القرنيزات ما بين الدخيلات اللي كان عندي في القبص للذكرة هاد القبص كان عدنا قديم يعني من الول فش يلا صلحنا الدار كان اللي زدنا هو هادوك اللي في الجنيبات دلتهم في فقنيتات كل بلاسة كل مربع في هادوك اللي زواقة في هاد السبعة كما كتشوفوا معايا من بعد مسألة سبعة وسألة آآ آآ لاتليسيان صيب لي هاد السبعة في فربعة يعني تمنيات السبعة اللي زد كان كان النجار كان كي يخدم في العود كما كتشوفوا معايا اختاريس هاد العود هادا آآ كتم مع عود شوك لاتر مزيان كاليسي مزيانة بالنسبة للآآ الآتات كي يصلح في هاد لاتر مزيان وحتى لاز بالنسبة لما المدون اللي فيهم السخونية كيصلح فيهم لاز بحال بنقدير بحال مضاكش لاز غير الميزانية دياله بزاف يعني في ثمن دياله بارد يعني ما ما يقدرش على اي واحد المهم هاد آآ هادا كيجي مزيان كيجي في في الحدود ما رخيس بزاف ما غالي بزاف حتى النقش دياله مع قاسح تيجي نقص دياله مزيان ما كيتفرتتش ماشي بحال البواظوج البواظوج درناه في الباب فلابياج ديال الباب آآ بحال شوية نقص الكاليسي في النقش يعني كيتشنتف عدو كل طروفة ديال العود ما كيتم ما كيتم تنقش مكن تجيز زوا قانيس بعينة الليتر لا قاسح كيما كتشوفوا معايا في زوا قادرتها آآ ماذا ما غامراش بزاف ما عمرش العود بزاف على حسب ما بغناش نديروه تشارجي بزاف والا وصدادة رهم بواظوج يعني لداخل فاص بلاتر بواظوج كيما كتشوفوا معايا نقيل بواظوج راهم الكاليسي اللولا ما فيش المعزاس بزاف آآ بالنسبة للعرب ديال همره آآ تقريبا سبعين آآ سانتين بلا فاص سبعين سانتين بلا فاص كنصحكم تديرو سبعين لحقاش المخاري لكانوا هذوك الكبارين آآ كتيكونوا عامرين يعني ما ستيكونوا مدكسين وكيشدوا بلاصة يعني مكيقلش نادم في القسم سيجوش مريحين كيما كتشوفوا معايا يمكنك تشريز الضربية من القرية آآ الضربية خديسها من القرية آآ الزسترياته هي من القرية الخياطة ديال التوب وطلامط من قصرية سفوم الحسن وآآ المضارب خيطن في البرنوصي آآ تشي كل شيء يجبتم من الضربة انا ساكنا في بنكريو جنوم الضربة كيفما كتشوفوا معايا الدخلة ديال باب كيف أشجز هذا هو العود كيف اشجاف في اللون ولا في الدخلة ولا في كل شيء هان سما كما كنت شوفوا معي هنا يطبلة فشجبناهم اذا ما جبناهم شفينيين في السبغة حتى لعنى تناهجة حينث مع اخويا هو ليصيبهم من الجرى تفي جبناهم حتى الضرعد فيناهم في السبغة الحقاش على حسب يتسكنتها ولا حتى معرك يحطهم ويهزهم حتى مع صيبهم في الضر بيضاء خفنا ليتجرحوا جبهم حتى الضرعد فيناهم كما كنت شوفوا معي زباقة كيف اشجاز من بعد مسالة الخدمة ديالو هنا ايه وسبغة سيقنا الصالون مزيان حكينا حييدنا ديك سبغة اللي بدوا ليوح مسحناها اللي بليسانس مسحناها اه نقينا الدنيا عايتنا على السودور عايتنا على التريسيان عفوا عايتنا على التريسيان اه صيبنا التريس بجوج عاد بدي تفضيشناهم هاي هو ده فشكل ديالو فش فراشينو كما كنت شوفوا معايا درنا جوج زرابي جوج طبلات وست ديال الصندريات بالنسبة ديال المضارب تبارك الله راه كبير راهز لنا المضارب فيهم الطول بزاف اه المضارب لكاليسي ديالهم الجودة ديالهم زيانة اه خيطناهم ما يزودوا الصالب حل هي الشركة غير ناقصين في التعمل على ديال الشركة الصراحة هما شركة السلعة بتيكيسة ديالها من دول يدول يعني من الشركة يا غير السيدق عنده الماكينة في الدار وتيخيطهم صراحة طلعوا النزوينين ونقصين شوية على الشركة بخمسين درها اه هدي هي الدخلة كما كنت شوفوا معايا سيجي الباب حل هو كام ابيي اللون ديال الصالحة جزوين وتبري الكاليسي ديال الصبغة كاليسي مزيانة الصلاحة درها اخوية مزيانة غير الباب هنا يرى مدرناش لاتر مدرناش شوك غير مبغايناش نديرو الميزانية شوية باش تكون ناقصة شوية في العود قدرناها غير بواروج وتسبغ بحل 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 يعني كل شي كيف كالباب كالسدادة كما كتشوفوا معايا الدخلة ديال من برها مختلفة من الداخل الداخل كتشبه السدادة زواق اللي كاينف السدادة غيالي كاينف في الباب كما كتشوفوا معايا الدخلة ديال الباب من تيسعة كانوا عندنا جج البيبان كي تحلوا حي ذاتوا ماما ما بغاتوا مش قاتلية صافي البيبان صافي ما حينت معاست البيبان ما الكوزي اللي صالون ما كيبريش للسدان الصراحة يخصوا يبقى محلو كما كتشوفوا معايا المضارب زوينين صدقوا مخيرين روند من القدام وكاري من اللور يعني دائريين من القدام هذو كل الفاص اللي يش يجي في القدام في الشوفة مدائري ما مقنتش وصدادة كما كتشوفوا زواق اللي فيها فيها سقريبا يعني حد مئة وعشرين كلها مزوقة وقع ذلك الشي ما في الجناب الطبالي حتى هما ضايرين وفيهم خمسة ديال خمسة ديال رجلين مزوقين بحالهم بحال الصندريات ما كانش الخسيلة في بنازهم نفس الزواقه في كل شي مشينا في هذا في هذا السيل حتى اللي يكوان حتى هما بحال بحال الكوان في التحت في القلصة تقريبا كينا خمسين سنتيم مقنع مقمع نهاش عدنا تسعة في الصالون دمنا هذيك البلاصة يقلس فيها الواحد يعني تستغل كينا كي ديرها صغيرة إلا كان عنده الصالون صغير كي ديرها صغيرة كتجي ما كتجيش زوينة في القلصة كتجي ما ممتيس عاش يعني كتزير انفوز قرب الطبالي ولا بغا يبنادي ما يقلسوا لياكل سي يجي مزايا كما كتشوفوا معي عود ثاني هنا في الخميات الخميات قدرناهم غير عاديين غلا ديال الفراشة ما ملبس ما حتى شي ديقول لحقش الصالون فيه فيه الزليج عاطي مغموق بالزليج ما بغناش نكترو فيه بالكترة تطلب عن النزول على خميات عاديين وأتمنى لم يكننيا تمظistent هذه هي زلاسين3 متر وثبا وفي العرض قدرنا 400 متر يعني هناك الجهة اللي تستماعين للصالون هو اللي يدلنا فيه. عندما كما تشوفوا معايا. المضاربة بجرم خيرين حتى التوب صارحة صدق زوين. الصابون دياله اه كما قال لي الخيات قال لي يراها خفيفة يعني ماشية ديك المبرة اللي تسقيلة قاسحة خفيفة. هادي كل التفريشات كما كان لديهم اه مضام الوالدة ما بغيتهم شكالك بغير يتصغلون اللي يبقى مدة طويلة يبقى عندها حتى اكثر من عشرة ستنين ما بغاش تبدل الحقاش لدات المضام وتخرج شي ستيل اخر ما بغاش عود ثانية تبقى كل ساعات تبدل الحقاش كبير. بلاصة اللي تكون عندك فيها الكبورة وتكون فيها يعني خصك تخسري فيها الفلوس بزاف من الاحسن ديالها السامبل. ماما بسطات اعجبها بحلقة ديكور. اما بالنسبة للتريات كما كتشوفوا معايا. تريات درناهم غير صغار ما كبرناش تريات الحقاش كين يجوج عدنا جوج تريات درنا جوج. جوج تريات غير صغارين فيهم خمسة ديال الكيسين. هنتم كما كتشوفوا ديكور ديالهم جوز وين الصراحة ما فيهم حتى شي لون طغي عليهم. هاتش اللي كان. كانت من شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ويروقكم وينال اعجابكم. وما تنسوش تضغطوا على الشراك. وتدعموني. وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله ياربي يفتح علينا ويحيد علينا هذا البلاء. ويفعلنا هذا البلاء لجميع المسلمين والمسلمات وان شاء الله ياربي يدخل علينا هذا العيد الفتر بالصحة والسلامة والزق. ويسهل على كل واحد واللي ان شاء الله شارك عندي. ان شاء الله غادي نتابعه وغادي نشارك معه. ونواكب بقى على الفيديوهات اللي عنده. وما تبخلوش عليا باللايكات ان شاء الله. واي تعليق اي شي حاجة بغيتوا تنصحوني نديرها. فهديو كليك وانا راني بقي مدرش تديك ورات. اه ما تبخلوش عليا بالنصائح. اه راسلوني. وان شاء الله نكون عند حسن طن ديالكم. وكما كتشوفوا صالون بسيط ما فيش هو باف صارحة كبير ولكن ما بغيناش نديرو في هاتيك الديكوراس بزاف باش ما ي باش ما يديرش بزاف ما يتشارجاش حينت معا. اصلا عامر. ازليج متخليها عامر بزاف ومكبره. عندما كما كتشوفوا معي اللي سبوت. اه وانا الليد اللي دلنا في الزرق. شوية سيغير المنظر. كي بقى هاتش غير خسياري. اي واحد على قدو على جيبه. كن شكركم وكن سمالة لكم ان شاء الله ايام جميلة ان شاء الله وتتوفق لكل واحد.